اشتركوا في القناة ونصداقات معهم دعم دونها تصبح ميناء العالم كله فهي الأرض المقدسة ومرفأ الكون هكذا حكت أسطورة قلقامش عن البحرين أو كما كانت تسمى وقتها دلمون ويبدو أن نبوءة قلقامش قد التصقت بهذه الجزيرة الصغيرة حتى يومنا هذا فانفتاح المجتمع البحريني على الثقافات والقيم الأخرى جعل العديد من الجنسيات الأجنبية يفضلون العيش على أرضها عشت في دول الشرق الأوسط لحوالي 15 عاما ولكني فضلت البحرين لما وجدته فيها من انفتاح وأجواء تحترم جميع الثقافات الأخرى كما أن شعب البحرين شعب مضياف وغير متعالي ولا يشعر الأجنبي بأنه يختلف عنه بل على العكس فإنه يرحب به أراه مكان يشعرك بالود والدفء البحرين بلد جميل يرحب بالجميع كذلك شعب البحرين تعود على الترحيب بجميع الثقافات التعايش والأنفتاح الذي تمتع به البحرين لا يوجد في بلد آخر فقد عشت في عدد من دول الشرق الأوسط ولكن البحرين هي الأفضل هذه الأسرة الكندية ليست الوحيدة التي ترى البحرين أفضل مكان لاحتضان الثقافات الأخرى فها هو عباس خان الباكستاني الجنسية يرى البحرين خير مثال للبلد المنفتح أعيش في البحرين منذ عشر سنوات وأراها أفضل مكان لي ولأسرتي فالحياة تسير بوتيرة معتدلة بين التطور والحداثة من جهة والعراقة من جهة أخرى كما أن الانفتاح وتقبل الثقافات الأخرى شيء يميز البحرين بين باقي الدول ساذيانا والتي أتت مع أسرتها من المكسيك للعيش في البحرين منذ ثلاث سنوات ترى أيضا أن البحرين من الدول القلائل التي تجمع بين الحداثة وعراقة الماضي ما يجعلها مادة ثرية جدا لأي مصور فوتوغرافي يبحث عن روح شرقية مغايرة نحب البحرين فقد أتينا من المكسيك منذ ثلاث سنوات ولم نشعر بالغربة أو بالانزعاش قط وبالنسبة لي كمصورة فوتوغرافية فهذا البلد ثري جدا بالمشاهد التي يجب أن توثق فبالرغم من التطول والحداثة إلا أن البحرين ما زالت تحتفظ بلكة جميلة جدا من التراث والماضي الجميل البحرين تتسع للجميع بل أنها تستقطب الجميع هكذا قالت التقارير والإحصائيات العالمية من خلال استطلاعات الرأي لعدد من الأجانب المقيمين في الدول الخليجية والعربية فإلى جانب تقرير بانك هونغ كونغ وأشنغهاي HSBC والذي أكد تفضيل 66% من الأجانب الذين شملهم المسح للبحرين تصدرت البحرين أيضا تقرير سابق صدر في سبتمبر عام 2015 وأجري على حوالي 21 ألف مقيم أجنبي في الدول الخليجية والعربية في مؤشرين يعكسان طبيعة شعب البحرين الذي يتقبل كل الثقافات ونمط الحياة الذي يتسع للجميع سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين